السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير خوتي والأسبوع الخير على حسب الوقت التي تتابعوا في هذه الحلقة إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا ملاح ونثمن لكم كل خير مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة طوك ماس للمكملات غذائية وبيع المكملات غذائية في الجزائر كما عودكم خوتي دائما مكملات جديدة وأسعار في القمة تلقاوها فقط في محلكم محل طوك ماس بحول الله اليوم إن شاء الله أو قبل من بدأوا في هذه الحلقة خوتي كلكم تعرفوا أن الثقة هي أساس كل شيء يعني لو لا ثقة لما تطورت الكثير من الأمور في هذا العالم الذي نعيشه لذلك الثقة لكي تبنى بيننا يجب علينا أولا أن نوفر لكم منتجات عالمية من شركات موثوقة من شركات كبيرة وهذا هو هدفنا بحول الله لأن ثقتكم تهمنا يعني ثقتكم هي أساس كل شيء خوتي لذلك نحاول قدر مستطاع أن نوفر لكم يعني مكملات ذات جودة وشركات يعني عالمية بحول الله وليوم شاء الله يجبكم مكمل ZMA لهو اختصار لزنك مغنيزيوم فيتامين بيسيس خوتي هذه المكملات اللي تلاحظوها هي نفس المفعول أو نفس الفاعلية ولكن اختلاف شركات مثلا هذه العلبة هي شركة كومتراكس هي شركة إسبانية وشركة معروفة يمكنكم البحث في محركة البحث وتجدون أن هذا المكمل يعني أو تجدون هذه الشركة بشكل عام كبيرة وقوية ولها الكثير من المنتجات اللي تتميز بالجودة والفاعلية كذلك معانا مكمل من شركة Optimum Nutrition يعني هو مكمل كذلك زد نفس المكملات في معانا وهو من شركة أمريكية غنية عن التعريف والكثير والكثير من الأشخاص يعرفون هذه الشركة وكذلك معانا هذا المكمل في العلبة من شركة فيتوبست كذلك شركة إسبانية تتميز بالجودة والقوة ولها يعني وزن في سوق المكملات الغدائية لأنها شركة كبيرة وكذلك مكملات لها فاعلية كبيرة جدا بالنسبة للرياضيين والغير رياضيين لذلك اليوم شاء الله في هذه الحلقة راح نتعرفوا على هذا المعادن اللي هي الزنك والماغنيزيوم وفيتامين بي سيس ونعطيكم شرح بسيط جدا ونشرح لكم يعني ما هو دور هذا المعادن ولماذا لا يجب علينا استغناء عليها يعني بالنسبة للأشخاص العاديين والأشخاص الرياضيين أولا نعرف لكم ZMR بشكل عام وبشكل بسيط ZMR بكل بساطة هو مكمل غذائي يعتمد في تركيبته بشكل رئيسي على الزنك والماغنيزيوم والفيتامين بي سيس وهذه المركبات اللي هي الزنك والماغنيزيوم والفيتامين بي سيس تعرف بفوائدها بالنسبة للرياضيين وأهميتها كذلك للجسم بشكل عام من حيث زيادة القوة والنشاط على مدار اليوم وكذلك هذه المعادن لها العديد من الفوائد التي سوف نتعرف عليها في هذه الحلقة بحول الله كذلك بالنسبة لهذه المعادن يعني يختلف الشركات ولكن الفاعلية أو يعني المفعول نفسه يعني لا يتغير المفعول وإنما تتغير الشركة وممكن تجدون يعني في الخلف في الخانة هنا في الخلف تجدون يعني نسب مختلفة من شركة لأخرى ولكن يعني يمكنكم قراءة جدول هنا في الخلف وتلاحظون النسب وتشترون المكمل المناسب إليكم خوتي نذهب مباشرة بعد ذلك إلى فوائد مكمل ZMA خوتي ZMA الغرض منه هو رفع مستوى هرمون تستستيرون وهذا الهرمون يعتبر كويندوز يعني تعرفون الويندوز يعني في الكمبيوتر كما تلاحظون هنا الكمبيوتر يعني يعمل بالويندوز أو هو نظام تشغيل كذلك التستستيرون أو هرمون تستستيرون هو بمثابة نظام تشغيل هو المسؤول عن البناء هو المسؤول على الطاقة هو المسؤول على كل شيء في الجسم لذلك هذا المكمل المعانة اللي هو ZMA الغرض منه هو رفع مستوى هرمون تستستيرون في الجسم والذي يلعب هذا الهرمون كما قلت دور كبير في رفع مستوى الطاقة وضخامة العضلات كذلك وإليه يرجع السبب في أن عضلات الرجال يعني الرجال يزداد حجم عضلاتهم وقوتهم بمعدل أعلى من عضلات النساء وذلك بسبب وجود هرمون تستستيرون لديهم يعني الرجال هرمون تستستيرون هو اللي يخلي عضلاتهم أقوى وتزداد بحجم أكبر من النساء وكذلك زد أمآ يمنح جسم القوة والنشاط وكذلك يزيد من حجم العضلات كما قلت ويزيد من صلاباتها وقوتها ويرفع قدرتك على تحمل وبالتالي ستزيد كفاءتك في التدريب وستطول عفوا مدة التدريب وبكل أريحية ولن تحس بالتعب أو الإرهاق العضلي كذلك يمنحك زد أمآ النوم الهادئ والمريح لأنه يعني وهذه النقطة عن تجربة يعني أنا جربت مكمل زد أمآ صدقوني خوتي راح تلاحظه فرق كبير بالنسبة للنوم لأنه هذا المعادن راح تهدأ الأعصاب يعني ما تخليكش مقلق كما نقول بالعامية يهدأ الأعصاب ويخليك تنام بكل أريحية وفيه يعني تأخذ نوم عميق ومريح ورح تلاحظ يعني هذا النتيجة راح تلاحظها يعني منذ الاستعمال يعني منذ الأيام الأولى من الاستعمال لهذا المكمل وكذلك كما قلت هذا المكمل يحتوي على الزنك بنسبة كبيرة الذي يرفع يعني هذا المعدن يرفع مناعة الجسم وهو مفيد جدا بالنسبة للبشرة والشعر والذي يدعم كذلك عمليات النوم وكنومو العضلات وكذلك يساهم في تخليق الحديد أو تصنيع الحديد اللي هو مهم جدا للدم وتخليق الكالسيوم الهام للعضلات وكذلك يحتوي هذا المكمل على المغنيزيوم اللي هو المعدن اللي في الوسط وهذا المعدن هام جدا لصحة العظام وحمايتها من الهشاشة خاصة مع تقدم السن كما أن نقص المغنيزيوم في الجسم قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب المميتة يعني عفان الله وإياكم كذلك يحتوي هذا المكمل على فيطامين بي 6 اللي هو الفيطامين الأخير والذي يدعم الجهاز المناعي في الجسم ويساهم كذلك في تقليل غثيان الصباح لأن هناك كثير من الأشخاص عندما يستيقظ في الصباح يحس يعني كما نقوله بالعامية بالدوخة يعني يحس بالغثيان وهذا بسبب نقص الفيطامين بي 6 لذلك عند استعمالك هذا المكمل راح يعني تلاحظ فرق ولن يصيبك الغثيان في الصباح بحول الله وكذلك يقلل من تساقط شعر لدى العديد من الناس اللي تعاني يعني من تساقط شعر وكذلك يعمل على تنظيم ضغط الدم للناس اللي تعاني من ضغط الدم بكل بساطة هذا المكمل اللي هو ZMA تستطيع استعماله سواء كنت رياضي سواء كنت غير رياضي نساء أو رجال فقط نتجنبه دائما المرأة الحامل لأنها تكون يعني حساسة ومن أنصحش يعني باستعمال هذا المكملات بالنسبة للحامل أو أي مكمل آخر فقط إذا كنت إنسان لا تعاني من أي مشاكل بدنية يمكنك استعمال ZMA بكل رياحية ويمكنك كذلك عدم الانقطاع عليه ولن يسبب هذا مشاكل على المدى البعيد أو على المدى القريب بحول الله وإلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة خواتي إن شاء الله تكون مفيدة هذه الحلقة وإن شاء الله تكونوا استفدتم منها إذا كانت مفيدة ما تنسوش ضغط على لايك وإذا كانت غير مفيدة يعني وشفتها حلقة عادية اضغطوا ما عليش تضغطوا على ديس لايك أو عدم الإعجاب بالفيديو المهم هذه الحلقة كانت فقط لكي أقول لكم أن هذه المكملات متوفرة وبأسعار فقط ما بحول الله مكمل من شركة كونتراكس هذا المكمل يعني يحتوي على 100 كبسولة وسعره 4500 دينار جزائري وهذا المكمل من شركة أوبتيموم سعره 5200 دينار جزائري والكمية هي 90 كبسولة تتساءلوا وتقولوا لماذا هذا 100 كبسولة وأقل سعر من هذا المكمل خوتي الشركة عندما تكون شركة كبيرة تجدون أن السعر يعني زايد ولكن يعني في المفعول هما تقريبا يعني متابهين ومتابهين جدا كذلك في النسب والمكمل الأخير خوتي ذي هو من شركة فيتوبست الإسبانية يحتوي على 100 كبسولة وسعره 4900 دينار جزائري يعني 490.000 المكمل هذا سعره 450.000 وهذا 520.000 وهذا 490.000 توصيل 48 ولاية داخل جزائر أرقام الهاتف موجودة أسفل الفيديو كذلك صفحتنا على الفيسبوك توك ماس موجودة أسفل الفيديو صفحتنا على الانستغرام كذلك توك ماس ديزاد موجودة أسفل الفيديو كما تعرفوا خوتي أنا متشرف دائما بالرد عليكم ومتشرف بالرد على استفساراتكم ونتمنى لكم كل خير وره ربي شاهد خوتي وتالله في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته